السلام عليكم و سبحان الله و بركاته و ان شاء الله سنكمل مع بعض حل أسئلة شابتر ستة وصلنا للسؤال ده write a program script file that determines the balance and saving account at the end of every year يبقى عندنا كم سنة خمس سنين تمام 1 2 3 4 5 سنين يبقى نعمله Victor Victor The account has initial investment 5000 والrate 9% يجمعه سنويا The program asks the user to enter the initial يقولك ان البرنامج يسأل الوزر انه يضع قيمة A اللي يبقى 5000 يعني تضع قعدة تقول ان A تساوي Input تفتح To Cousine تمام عشان تنفزوا قادة لو عايز And then display the information in the table For initial investment of A ولكن الـ A هو الانشيال Input مش مشكلة The rate of R The balance of B ومددك The investment of A The interest rate of R When the balance of N years is given ومرقية The A بمعنى وردها وكما هم مرقية المعدلة لقد تستعمل الانشيال كما هي ومشكلة ومشكلة الآن المشكلة pero ومشكلة ومشكلة ماهي ؟ اللوه ؟ اللوه قالك عليه اللوه ب5000 بينما انت كنت تشغله تحطي 5000 R INPUT THE INTER RATE الرات اللوه 9% 9% يعني 9 من 100 تمام ؟ اوكي والن لو عادت السنين من 1 ل 5 معادل الزيادة 1 لشنو من 5 سنين والB قاعدة لمدهالك قالك A مضربة في A زائد R على 100 في قص N طبعا لاحظ لو الحاجة فيكتور يبقى لازم انت تستخدم دوت وتحط بعد كده اي عملية حسبية كم ده شرحناه قبل كده ببطا طبعا الA هنا مش فيكتور مش فيكتور يعني مش زي الN كده فضربناه بالشكل ده في الكوس وقالنا 1 زائد الكوس اللي جوه بقى هو R على 100 تمام برضو R هنا مش فيكتور عشان كده ما حطيتش اي دوت قبل السلاش لكن الN هنا فيكتور قص N الN فيكتور هي من 1 ل 5 وبالتالي حطيت الدوت دي تمام؟ بس واول لنفس البرنامج سيقول لي انتر دينيش الانفستمنت اللي هو قال لي في احط 1000 5000 سنقول له 5000 انتر ريت اللي هي 9 من 100 اللي هي 9 في المية اللي هي 9 في المية اللي هي 9 في المية سيقول لك البالانس بيساوي الى الارقام دي على الخمس سنين حيث ان كل عمود بيمسوا قيمة على مدة خمس سنين الأولى التانية التالتة الرابعة الخمس اللي توصلت له يعني السؤال اللي بعدي مايديك الفلوسيتي V و distance function of time دالة في الزمن of a car that accelerates from rest لاحظ كلمة from rest يعني الزمن هي بدأ من السفر كنت ممكن تقل من 1 إلى 10 ايقول لك دهاتي ايحسب الزمن و ايقرية script file that determines السرعة و و و و distance يعني عند 10 ثواني كل 10 ثواني يعني من أول 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 لغات 10 ثواني بس لاحظ انه قال لك انه ابتدى من initial initial time أو can rest فرم rest يعني ابتدى من السفر يعني ابتدى من السفر يعني ابتدى من السفر يعني ابتدى من سفر التسعة هي هي بيديك العجلة قيمة ثابتة ثلاثة أعمد و ثلاثة أعمد وعيد سيطلعه القيمة ثلاثة أعمد ثلاثة أعمد تعال نشوفوا الكودة يعمل إزاي طبعا أقلت كده و c قلت وقامل A الى 2 تتو 30 من 100 T وهو قيمة الزمن هيعدي الزمن من 0 ثانية أو من اول ثانية يعني لتسعة يعني 10 ثواني هيعدي من 0 لتسعة يعني 10 ثواني بمعدل 1 لأنه مش عيد اكتميك طيب حطتهم ما بين براكت وقلت حطت ترانسبوز ترانسبوز أوكي علشان يقلب الصف يخليه عمود معديه كان من غير الترانسبوز دي هيحطهه في كمهة صفوف فأنا عشان يظهر في شكل عمود زي ما هو طالبني في المسألة حطيت ترانسبوز نفس الكلام ال-V ال-V الصرة حطيتها بين كوسين أوكي وحطيت ترانسبوز طبعاً بتسوي A-F-T ومدك كلمة قادلة بيقولك ان ال-Vلوستي داله في ال-Time بتسوي A-F-T فأنا قلت ان ال-V بتسوي A-F-T طيب سؤال ال-Time ده فيكتور ولا سكيلر يعني ال-Time ده عمل زي مثلاً ال-A ال-A دي تعتبر سكيلر 2.3-18 كمية كياسية لكن ال-Vكتور اللي هو يعدي كذا كما 1-2-3-4 في صفة عمود يعني تمام لاحظ ان T فيكتور ففي اي مكان طبعا انت عندك T خارج منها يعدي من 0 إلى 9 وهو 10 ثانية يبقى في أول ثانية هيدرب كما العجلة في أول ثانية ويدربها في العجلة في ثانية ثانية ثالث ثانية لغلت لم يصل إلى 10 ثانية ويتلع لك القيام بتاعة A العجلة على مدار السواني دي كلها المعادلة الثالثة اللي هم ادها لك D D تقليل فتان بتسوي نص 80 سكوار فالنص كتبت لها 5 من 10 في A عشان A سكيلر أما T سكوار دي يعني باور فقلت T دوت وقلت Shift 6 وقلت 2 ليه عشان T فيكتور T مكتوبة كحسيغة فيكتور وحطت Transpose علشان تتقلي بها متى تمام؟ تمام تعال نطبق الكود Run نشوف البرنامج يوري اهو طلع على T اللي هو الزمن ككولوم فيكتور زي ما وايزه وال V اللي هو ال Velocity ككولوم فيكتور اللي هو بصد العلف تمنيين ككولوم فيكتور مكتوبه كولوم 1-8 بس لكي لا يوجد مساحة في الشاشة فما كتبهمش يعني بالترتيب ما ربعا يقول لك كولوم 1-8 وكي لا يوجد مساحة في الشاشة وكي لا يوجد مساحة في الشاشة غيره ود كولوم فيكتور بارد من 1-8 وكي لا يوجد مساحة في الشاشة ومده 10 كولوم فيكتور ذاكرة بالنسبة لسؤال الثاني السؤال الثالث بل لك الفرس F نيوتن تعرضت بفورملا F بالسوى G M1 M2 على D ومده مانس يعرف لك أن M1 مده مانس ومده مانس مده مانس ميكانكس المهم G مانس لتخبر لتجربة غيره المساحة مده المساحة و مده ومضيك M ومضيك M2 ومضيك Distance كل شيء كل أنت تعمله أنك تضع الدواء لتضع Input وتضع الكيم اللي يده لك وتقول له الفرس تضع الكيم تضع الكيم كلها سكيلر فليس هناك مشكلة تعويض مباشرة ستضع كل الكيم اللي يده لك داخل الدواء لما تجد اشتغل يعني بس بالشكل ده Clear CLC الجي اللي يده لك هتقول له Input Input دلة إدخال ليه قلت Input مقلتش كيميتها مباشرة علشان هو قال لي The program asks the user to enter يعني أنت تستغل دلة Input وهكذا برضو في كله والإنفة بتضع الدلة تمام الاسجي في الام وطبعا كلها سكيلر ستضع البست في كوس وعلى المقام في كوس لوحده وتقول Display the value of F أي شيء بين الوان كوتيشن تظهر أما Display F يتطلع قيمة الValue بتعتبر فتقول Run هيقولك Enter the value of G بين الجي بيساوي كام هتحط القيمة بتعتبر 10 أستسالب 11 أعتبر اي قيمة موقعا لكي نزوية المعارض وليكن مثلا 10 Enter the value of M1 2 Enter the value of M2 3 Enter the value of Distance 3 The value of F equal ثم أضع القيمة التي تريد أولا قيمة القيمة تضعها كما هي تضعها كما هي تضعها كوبي وتضعها كما هي لكن لا يوجد أي مشكلة لو أريد أن تكتب القيمة التي تريدها ليس مشكلة هذا الصح ستقول أن الجي بيساوي 6 67 هذه 6 67 مضروبة في 10 10 أص 11 10 أص 11 Enter the value of M1 M1 أول قيمة M1 37 37 37 36 100 The value of M2 15 15 15 15 10 Is it 50 50 15 100 15 15 20 ترجمة نانسي قنقر